بس في حد مفروض ياخد جزء كبير من الكلام النهاردة واحد من أكثر اللاعبين اللي كانوا عندهم إجادة النهاردة واشكبالة واشكبالة قلت حتى أنا النهاردة في المقدمة حل المعضلة في نادي الزملك مين اللعيب الكرياتور؟ مين اللعيب اللي هيبدأ يحرك اللعب؟ شكبالة عملها بشكل رائع جداً اتفق معاك جداً وده كلمة السر والشيء اللي مفتقده الزملك من أول السيزون وفي حكاية أنا دايماً بحب أقرارها عن الزملك الزملك كان عنده لعيب كرياتور بيقوم بالدوردة وفرجانيساسي خروج فرجانيساسي في موسم كارترون في آخر سبع مباراة استوجب أن أوباما اللي بيلعب في مركز عشر يتم تغييره بشيكبالة لأن الزملك محتاج كرياتور وباترس كارترون كان فاطل للنقطة دي وتم اعتمادة على شكبالة لحد ما تم إيقاف شكبالة في السيزون الجديد في اللي بدأ يقوم بالدوردة أشرب بن شرقي بخروج أشرب بن شرقي الزملك افتقد للعيب يقدر يقوم بعمل صناعة اللعب الزملك عدم الرؤوك أخرى لدفاتره القديمة اللي كانت من موسمين أنه هو يرجع لشكبالة اللعيب اللي لما بيقف على الكرة بيقدر يكون كرياتور بيقدر يلعب الفريق ويقدر صناع الفريق خلاني نشوف الجدول ده عشان نشوف قيمة شكبالة مع نادي الزملك شكبالة في الموسم الحالي هو رابع أكتر لاعب في الزملك عمل تمريرات مفتاحية قبل لقاء النهاردة أنا متأكد أن بعد اللقاء النهاردة شكبالة هيكون التالت وإن لم يكن التالي كمان ده اللي عمل وليلا بالضبط ده دي النقطة اللي أنا هخطيب بيها الجدول ده لأن دي مهمة جدا في الموسم الماضي شكبالة هو تالت لعيب في الزملك بعد أشرب بن شرقي وبعد زيزو في الموسم اللي قبله واللي هو احنا هم بتكلم عن الموسمين اللي زوى الزملك توق بيهم ببطولة الدوري شكبالة تالت لعب يعمل تمريرات مفتاحية ونرجع بقى للك كلمة اللي أنا خليفة وده النقطة الأهم شكبالة كانش بلعب أساسي أصلا شكبالة ما كانش بياخد دقيق كتير ورغم كده فرض نفسه كتالت لعيب في سكواد الزملك عنده قدرة على صناعة التمريرات المفتاحية يعني التمريرات المفتاحية يعني الشيء اللي الزملك كان محتاجه الشيء اللي عطلا بالزملك أن يكون في لعيب عنده قدرة لما يقف على الكورة يخرج اللعيبة بشكل مماس جدا يصنع فرص ويساعد زميله بشكل أفضل الزملك النهاردة كان بيمتلك اتنين لعيبة قادرين يقوموا بالدور ده سيف فاروق جعفر من مص الملعب وشكبالة في التلت الأخير من الملعب خلينا نستعرض بعض اللقطات لشكبالة في اللقطة بتاعت سيف فاروق جعفر نحنا شفناها من شوية اللي أصفرت عن الهدف التاني في لقطات كمان تانية لشكبالة عايزين نشوف إزاي الرجل ده جودت لمسته للكورة أو جودت لعبه للكورة مختلف أنا هنا بس حاجة كمان وإحنا بنستعرض اللقطات نشوف شكبالة هنوقف هنا أنا جايب اللقطة من أولة خلص عشان نشوف شكبالة هو بينزل نص الملعب والحدث الأهم جاي قدام هنا بنتكلم إن شكبالة موجود اللقطة اللي جاي هاي اللي هتكون أهم وعي شكبالة تيكتيكي وقدرته على التمركز ودي نقطة كان بيفتقطها الزماليك مع مصطفى شلبي خلانا نشوف هنا هنا نوقف ثانية بقى هنا نوقف ثانية لأن اللقطة دي الأهم بالنسبالي بالمناسبة كرة قطعة لكن شكبالة كان واقف على الخط لما اكتشف أو شاف إن عبد الشافي طلع على الخط بكل بساطة دخل جوه القلب الملعب ونزل يستلم بقى اللعيب اللي موجود عنده مصارين التمرير لعيب على طرف الملعب هو عبد الشافي ولعيب في قلب الملعب المساحة اللي عبد السميها دايما أو الممر الداخلي شكبالة وهنا قدرة شكبالة لو نفتكر في لقطة شهيرة لمصطفى شلبي في بداية أحد الأشواط كان إمام عشور ومصطفى شلبي وكان دايما إمام عشور بيقول لمصطفى شلبي خد مساحة ورخة الدفاع هنا بيتكلم فكرة شكبالة إن هو قادر يتمركز في مكان مختلف عن عبد الشافي نكمل اللقطات في طرف ماتشل آلي راح وقف وليتنين مع بعض دخلوا اتنين مع بعض نكمل باقي اللقطات قدرة شكبالة وهو واقف على الكرة لمسة واحدة شكراً بيصنع فرصة كانت ممكن تكون فرصة خطيرة جداً هنشوف لقطات أكتر لشكبالة هنا بنتكلم إن شكبالة هو على الخط لعيب يمتلك حلول مختلفة حلول فردية شكبالة حفظ على كرته بالمهارة قدرات شكبالة اللي احنا متعودين عليها وبيعمل الباص عشان يحفظ على الكرة لفريقه في لقطة اللي بعدها كمان هتكون أكثر تميزاً من شكبالة على الواقف على الواقف بيوصل لعيب على الجون على الواقف شكبالة بيوصل لعيب على الجون دي حاجات صعب تاخدها من أي لعب غير شكبالة وده الجزء اللي كان مفتقده الزمالك نخش بعدها بقى في نقطة تانية كانت مهمة جداً وهي الكرات العرضية للزمالك كان نوعاً ما بيفتقد للعمق داخل منطقة الجزاء جايبين أبرده أكتر من كرة نستعرض إزاي الزمالك بقى عنده نوع من الكسافة هي اللي ساعدته أنه هو يحقق الفوز النهاردة هنا بنتكلم برضه نستعرض اللقطات من بدايتها خالص هنا بنتكلم عن هجمة لنادي سموحة هنا بس عايزين ناخد بالنا الشكبالة هو بيرجع للمساندة الدفاعية ده شيء مش بيتكرر دايماً لكن ظهر بشكل مميز النهاردة إن الشكبالة هو اللي بيرجع للمساندة الدفاعية حتى لو لم ينجح في استخلاص الكورة نتكلم بس قدرة شكبالة ويرجوعه هنشوف شكبالة وهو بيعود مرة تانية لكن اللقطة دي هي الأهم بالنسبة لنا لأن دي كانت في بداية اللقاء والزمالك ما كانش عنده كسافة بس قايب اللقطة من أولها لأن اللقطة معبرة جداً بكل أحداثها من أول بدايتها لحد نهاية هنا الزمالك في الهجمة المرتدة زمالك ما كانش بيمتلك كسافة داخل منطقة الجزاء بالشكل المطلوب عشان كده شكبالة ما دخلش شكبالة ما ضمش شكبالة كان على الترف وما ضمش ليه إحنا هنا مقلناش شكبالة ما ضمش وجبنا اللقطة دي لأن اللقطة اللي بعدها هنشوف لما شكبالة دخل منطقة الجزاء إزاي حصل التحول من نسبة 2% هنا الزمالك بينجح يستخلص الكورة مرة تانية وهنشوف الزمالك برضو مع بداية اللقاء اللعبة ما بيتخش جوا منطقة الجزاء هنا المشكلة بتوضح بالنسبة لنا وهنشوف إزاي الحال هنا نوقف ثانية النية واضحة النية واضحة إن شكبالة هيطلع عبشافي ولعب عرضية أو شيكبالة نفسه لعب عرضية مفيش لعبة بتقطع جوا منطقة الجزاء هنا سيف جعفر ماكملش جوا منطقة الجزاء عشان كده هنشوف الكورة هيكون مصرها مش هجمة خطيرة لنادي الزمالك نكمل نفس شكل اللي كامل بطش فارق والمشاط بتاقي بلوزداد طبعا مفيش كسافة خلينا نشوف بقى لما بيحصل التحول هنا اللقطة دي أنا عايز أوقف هنا ثانية اللقطة دي هتنتهي بهدف اللقطة دي مهمة جدا بالنسبالي طبعا أرضية الملعب تسببت في سكوت شكبالة بس عزين نركز إن إزاي شكبالة بعد اللقطة دي ودي لقطة مش سهلة على العب حجم شكبالة كمل وركز ولعب في الجيم ودي اللقطة اللي غيرت مصاري المباراة بهدف المباراة الأول شوف شكبالة بقى هنا نوقف ثانية نوقف ثانية شوف شكبالة قطع فين شكبالة قطع جوا منطقة الجزاء سيف هيقطع جوا منطقة الجزاء هنا الزمالك هيبقى عنده عمق اتنين على الثلاثة نوعا ما موقف مقبول نكمل اللقطة اللي هتصفر عن هدف لنادي الزمالك بسبب كسافة جوا منطقة الجزاء العرضية أرضية تقدر تسجل بقى عندك عمق داخل منطقة الجزاء الهدف الثالث برضو هيتم تسجيله بنفس اللقطة برضو شكبالة لعب عرضية لزيزو تحرك على العرض القريبة بكسافة بنتكلم من اللعيبة الأجنحة بتقع الزمالك سجلوا هدفين بتكملة داخل منطقة الجزاء جون من شكبالة وجون من زيزو